الجوزاء عايز ايه? الجوزاء عايز يدخانق. في حاجة واضح ان هو في حاجة مزعلاء. عايز خناقة. هو مقبل على خناقة مع الشريك زعلان من حاجة معينة. حابب ينسحب. دي حلة انسحاب. حابب ينسحب. في ايه ايه مشكلة? اه. حابب ينسحب. وحابب يفكر لوحده. اوكي? مش مبسوط. لأ الجوزاء واضح ان هو مش مبسوط في العلاقة دلوقتي. شايف شريكك ازاي? شايفه? يعني بيتعمل بالقصوة شوية. مش بالقصوة. هنقول بيتعمل بعملية. عمل ما فيش مشاعر. ما فيش فيش حمية. ما فيش الحاجات دي بيتعمل بعقله بس. فيش فيش سنة قصوة يعني. الشريكك مش بالاسوأ اللي هو بيوريها دي لأ هو بيحبك ونفسه يدي لك حاجات عنده عطاء عايزة ديهولك يعني فيه محبة كتير جدا وهو يمكن مش بيعرف يزهرها لأسباب يعني بس بس هو دا مش معناه ان هو ما بيحبك يحبك وكل حاجة بس في حاجة مش عارف يعبر. يمكن يكون مش عارف يعبر. نفسه حاجة يعني تموت ويحل محلها حاجة تانية يعني مثلا اسويته دي فالنفذ انها يا قصة الاسود اللي فيه او هو ما بيهتمش كفاية او الحاجات دي كلها نفسه يتغير يعني ده تارد التغيير ده ده معناتها ده نفسه يتغير عشانك يعني اساعدوا شايفك ازاي شايفك بتبعد بخب بعضك وماشي بتبعد عنه مش مش ضروري ان انت تكون بتبعد يعني حرفيا لأ بتبعد حتى بعقلك مش ما بقتش ما بقتش موجود ما بقتش معين. التغيب اما بينكم ايه انا شايفا ده يعني دي هدية من ربنا رزق من ربنا يعني انتو بتشوفوا بعض ان انتو هدية من ربنا ربنا هداكوا ببعض. حاجة حلوة جدا ان العلاقة حلوة جدا. الطاقة فيها حلوة قوي قوي. ايه اللي بيحصل بقى دلوقتي دلوقتي يمكن المشكلة يمكن هتبتدي. الشكل المشكلة هتبتدي الجوزاء هتبتدي يتكلم. البرج هينهار في حاجة بقى هتنهار. اه الحاجة الوحشة. الانهيار الحاجة الوحشة. الحاجة الوحشة اللي في العلاقة هتبتدي تنهار. وهيتسبت لكم ان العلاقة دي قوية جدا ما بتتهزش. ولا يبت بتتمسح ولا بتتهد. الامبراطور ده بونع صلب وقوي جدا جدا. مفيش حدا بتهزه. حنمتدي ناخد بقى شوية قرارات. بس واضح ان الشريك عندك عملي فعلا بحت. وبرضه هكون فيها نسبة عملية. لكن هتبتدي تاخدوا قرارات كويسة جدا لصالح العلاقة. اللي عندهم مشاكل اللي القرية بتنطبق عليهم. مفيش انفصال. مش هتبعدوا عن بعد. بل بالعكس. ان شاء الله هتقربوا اكتر. وحتعرفوا قد ايه العلاقة دي قوية. وصعب انها انها تتهجر. فان شاء الله كل حاجة تبقى كويسة جدا. يا جوزاء لو انت داخل على الخناقة دي وهتفي تتكلم. او هتفي تتكلمي. اه طبعا اتكلمي يقولي كل اللي عندك. بس حاولي ان الموضوع ما يفروضش قوي. والجواكي كويس قوي وصي الرسالة كويس. بس من غير عنف. عشان توصلوا في الاخر لنتيجة كويسة. دي نصحتي يعني في الموضوع. والشريك اللي لوزاء يعني ياريت هو ام شوف شريكك محتاج ايه ولو انت حتى ما بتعرفش تعمله بمية في المية مش شرط تعمله بمية في المية. شريكك لو شاكل ان انت بتحاول هيرتاح. الموضوع هيهدأ. لغاية بس ما تعدوا الازمة دي. خضرية. خضرية. طيب هقولك يا عيشة حاضر يا حبيبتي احنا خلص فضلنا المجموعة الثالثة وخلص. بس يا احمد آآ يعني الموضوع ده ده خليه بقى نعمله لايب مخصوص موضوع آآ ايه هو اطالع يعني هو باختصار هو اول آآ اول ايام بعد الولادة ده بيبقى اطالع بتاع الشخص. اول لما بتولد آآ الحالة بتاعة الكواكب وقتها بيبقى عمل ازاي ده بيبقى اسمه اطالع. آآ في انهي بيت. الشمس في انهي بيت. الحاجات دي كلها ده اسمه اطالع. البورج بقى هو مجموعة النجوم نفسهر. آآ ده الفرق بينهم باختصار. بس ممكن يعني في لايف تاني ابقاشرح ان ده بالتفصيل اكتر. جوزاء في انفصار حاضر يا يويا حسحب للك كارتة حاضر. طيب امجت بعد اللايف معنيش نكلف الموضوع اللي بدي هده معاني انا فاكرة ننسي يعني استشارتك في الموضوع ده وقلت لي ما فيش مشكلة. حاضر يا انا كوكو من علاية حاضر مش هانسى خليكي معايا وانا هخال دلوقتي احنا اقرى المرموعة التالتة والاخيرة برج الجوزاء بتبتدي من عشرة لحد عشرين. آآ يونيوم. ياسوم ماقولي حبيبتي ايه سؤالك? طيب انا بسحب كلمتي بناء على على امجد انه امجد مش انا صراحة بصق في رأيه جدا بيقولي اسحب كلمتي آآ مش مصرح لحد ياخد فيديوهات ده. فارجوك الواخد اللي عمي صرحة باسمي بليز اوقف اللي انت بتعملو دي. تغتيني لايف نصاح الجوزاء وتعملو حبيب نفسي طيب حبيبتي عايشة من علاية حاضر. طيب يعني عملت او امجد صح تمام يا راسد. طيب ايه ماشي. خلاص لو انتو مجمعين على ده خلاص ما فيش مشكلة. تعالي اقولك يا وندرفول كوين. بصلي طلع لي خبر حلو. ده ده خبر حلو. بداية حلوة جدا. ان شاء الله المقابلة حتكم كويسة جدا. وحتبقى نتيجتها حلوة. بازن الله حبتبتهم مني. وخلي املك في رب النجزيزة. طب صونة انا رأيي بقى تبعتي برسالة احسن عشان اخد تفاصيل اكتر يعني انا مش عارفة الصراحة اه يرد عليك لاني انا عايزة برجه وعايزة اسمه عايزة معلومات. حبيبة قل. ان شاء الله ياتيمة بازن الله. العفو يا وندرفول كوين على ايه حاببتي بالتوقيع ان شاء الله. طيب. ناخد بقى المجموعة الثالثة والاخيرة. لأ بصي بعطي رسالة هنا في يوتيوب. آآ وديه المعلومات كده كلها وهارد عليك. حاضر يا وردة من عليا. خلص دلوقتي. اوو. المجموعة الثالثة بسم الله. اخيرا طلع في مجموعة تطور مجدي الحمد لله. اوكي. بس لو انتوا هتلاقوا كروت كتير بتتشابه لان نفس قرية البرج. ممكن الكروت كتير تتكرر. بس الكارت ده مجيش في مجموعة تتطور مجدي كويس يا جوزاء. يعني لانه يعمل مشروع الفترة دي. ده وقت كويس جدا. الحمد لله ما فيش خسايا بالعكس في حالة تطور مجدي. ان شاء الله المشروع يكون نجح ويعني مثمر ان شاء الله. آآ وكمان لو مش بتعمل حاجة فهو في حالة استقرار مجدي. يعني الحمد لله ما فيش ازمات والدنيا مشا كويس قوي قوي. وايه حالة امان وايه رخاء الحمد لله من حالة المكدي. آآ في عندنا كمان ده اما ان هي اجازة الجوزاء قرر ياخد اجازة او هيقرر ياخد اجازة يحتفل مجرد ايه واقفة كده شوية نرايح من الشغل نرايح من المسئوليات وناخد اجازة. وكمان ده فرح زي ما انتم شايفين دي ما رسم فرح يعني فرح غلقي كمان. آآ فاللي على وشك ان هو يتم جواز بإذن اللي حيتم على خير وكل حاجة تبقى كويسة قوي. لا انا بيجيدي رسالي ام جدا. آآ الجوزاء عنده كمان حالة فيه خناقة شغلة او مش هنقول حرب بمعنى حرب فيه شوية كده قلق وتوتر حواليه بس هو بيحاول يتماسك ومبين انه هو كويس جدا وآآ مش فرق معه خاص وانه هو منتصر مع انه هو اتقاذى شوية او يعني مزاجه تعقر يعني على قلب بس مبين انه هو تمام زي ما انتم شايفين وقف في حرب وسلام غايمة وهو مازال مبتسم. فانت مبين آآ حاجة غير اللي جواك آآ من ناحية موقف معين كان بيأزيك. انا انا احيي ده الصراحة مش ضده خالص. فيه بقى كرتين تحت بعض حلوين جدا 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 جدا. ده بقى. ده اللي طالع في المجموعة الاولى. آآ طاقة ابداع خبر حلو. في حاجة طاقة دخل علينا ان شاء الله كويسة جدا جدا جدا. طاقة دي هتعملك هدف. يا جوزاء. انت رايح لهدف بسرعة شديدة جدا ومش هتقف غير لما توصله. شايفين عمل ازاي? راكب الحسوم بيجيب بسرعة جدا جدا جدا. رايح لهدف. بالدفاع. رايح بالدفاع كمان شديد جدا. ونجاح. بازن الله نجاح. اكتمال الدائرة يعني حاجة انت هتكملها على اكمل وجه. يعني انت بتعمل مشروع. او لو عندك اي حاجة مسلا حاجة في شغلك بتعملها. خلاص. خلاص. حتعملها بنجاح ان شاء الله كويس جدا. في بقى حاجة تانية بقى من وراء الكواليس. انت خايف من حاجة في حاجة مقلقك شوية او متكتفك. مش عارك تاخد خطوة. دي حالة اه ثبات. ثابت ومستني. متراقب. اوكي? حاجة دي تخص وراء يمكن. ده حاجة ديها علاقة بقى وراء حكومية. حاجة بتعمل وراء حكومي. ممكن يكون قارد. ممكن يكون قضية. ممكن يكون حاجة من 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 ده يعني. او انه انت هتوسيق الحكم على شخص. اه لو انت في حال توتر دلوقتي يا جوزاء وعندك شوية صراعات بالدور حواليك. فليز ما تطلقش احكام في الفترة دي. استنى لغاية لما الدنيا تبقى اه يعني هدية. وهي هتهدى خلاص. دخل عليك طاقة امر. طاقة هدوء وسلام وطاقة اه تأمل وحاجة كويسة جدا. هدية جدا. وحلوة قوي قوي قوي. استنى وما تطلقش احكام دلوقتي. اه لو موضوع في ورق حكومي وانت مستني ورق وقلقان منه وخايف. ان شاء الله ما تخافش شكل الموضوع خير بازن الله. هتطلع بنتيجة كويسة جدا. اه فيه هنا كمان قلتلكو كارت القوة ده اه معناه قلة القوة. انت محتاج اه تواجه حاجة معينة يا اه جوزاء. واجهها من غير عنف ولا حاجة. لأ انت هتواجهها بالدبلوماسية. اه مهم ان انت تعبر عن نفسك وتقول لجواك بس مش بانف. القريب برضو حلوة قوي قوي. هلخصها بسرعة. فيه تطور مادي ان شاء الله. اللي داخل مشاريع جوء اهد. اه ان شاء الله الدنيا كويسة جدا. اه حالة استقرار مادي الحمد لله. فيها احتفال بفرح. او فيه اجازة هتطلعها انت وعيلتك. او الناس مقاربين بالنسبالك. فيه شوية ضغوطات بس انت بتواجهها بسبات اه وبتبين ان انت يعني مش متأثر كماما بس انت تأثرت شوية. اه فيه طاقة اه خبر حلو. فيه حاجة حلوة جدا جاية لك طاقة ابداع. هتنور لك اللمبة وحتشوف هدف. وهتروح له بسرعة جديدة جدا. بازن الله في نجاح اجتمال دائرة. اه فيه هنا اه زي حالة جمود او سبات حاجة سبتة مش بتتحرك. اه ده لانك انت خايف شوية عندك مخاوف. اه فيه هنا جاستيس اما انه انت هتظلم حد او هتطلق حكم مش سريم على حد او انه فيه ورق حكومي او حاجة تخص الحكومة يعني ان شاء الله بتتم الفترة دي. اه في حالة ان شاء الله هدوء وسلام واتزان داخل عليها برج الجوزاء الفترة دي. بس برضو الكارت ده نسيت اقول لكم بحذر من العقرب اللي طالع واردة اللي هو انت قعد في امان الله ومسالم وفي حالة ومفيش اي حاجة بس حد مترقب لك يا جوزاء انتبه وما تديش سرك لحد. الا الناس اللي انت تصق فيهم وجربتهم يعني في الموضوع ده اكتر من ماجهة. واجه يا جوزاء الحاجة اللي انت محتاج تواجهها بس واجهها بدون مسايا على قد ما تقتل. اه دي قراية التالتة لمجموعة التالتة القراية العامة بتاعتها الحمد الله حلو جدا برضو. اه طيب دي مش لازم مرسيه عايشة. مش لازم تقول لي المجموعات مجرد البرج كفاية مش لازم تقول لي المجموعة. احنا خلاص بضل لنا دلوقتي الحالة العاطفية المجموعة التالتة وهناك دي نسحب كروت خلاص. ده سؤال يا يتيمة. بشكرك جدا يا موندرفول كوين على الفيد باك الجميل ده. مرسيه حالبتي قوي. العفو يا ساتيم العفو حالبتي. اه انا عملي من المشروع خاصة الحمد العمل بخير. ده كاني ماشي ببطء شوية شغالك في برنامج رياضي والحمد لله ماشي جميل فيه. لكن فيه طبقة تسلبية حوالي يعني فيها ايه. طيب بص يا احمد. بالنسبة للحاجات اللي وقفة. انا بشوف ان الدعا طبعا هو احسن حاجة في الموضوع ده. اللي شايف ان الدنيا عنده عصانة ووقفة ما يبطلش دعا. اه ادعية تيسير الامور كتيرة. ايه يا ربنا انا هو يسر. اه حصم طبعا من الحسد ومن الحاجات دي اقرا حاجات دايما. اه حاول ما تقولش الحاجات دي كتير للناس. انا عارفة ان احنا بنبقناك حين وعايزين نوري الناس نجحنا وقدي ايه? احنا عملنا انجازات حلوة. لكن للاسف الموضوع ده ممكن يجي عكسنا. ان تتحسن. طبيعيا. يعني ممكن تقول لحد ده هو مش عارف كان نفسه مسلا يعمل انت بتعمله ده ومعارفش. فغصب عنه ويحسدك. فهم قصدي? حاول ما تقولش كتير يعني. ويسأل الدنيا عملايه الحمد لله الدنيا تمام. بس.